اشتركوا في القناة طيب تكتفي بقى دبي بكده لا ابدا بتغزنا او بتستفزنا او بتستفز فينا ان احنا عايزين نبقى زيها قررت انها تعمل منتجع سياحي تكلفته 2 مليار دولار الا ربح يعني حوالي 30 مليار جنيه عايزة تعمل جزيرتين بمحاذاة على جانبي الفندق لو الفندق ده الموجود عايزة تعمل جزيرتين هنا صورة على الشاشة ده مشروع هيقام على 4 مليون قدم مربعة جزيرتين صناعيتين عايزة تعمل جزيرة يبقى فيها اكبر اكوا بارك او يعني مدينة ترفيهية عالمية والجزيرة التانية يبقى فيها فيلات وشالهات والكلام وبتقولك انا مستهدفة في 2020 يعني بعد ثلاث سنين بس يبقى عدد السياح بتوعي لا يقله عن 20 مليون دبي دي لو رحتها بلد حر كانت صحرة بس في ناس فكرت ممكن حد يجي هنا يقول لي طيب وانا فكر ليه اولتا شايف يا خير عندنا سياحة ده السياحة مضروبة وكلام ده وبصراحة حاسبع كلامه انا مش خبير سياحي واذا جالي وقال لي انا بكتب افكر اعمل مشروع اقول له يا راجل مشروع اي هو في السياحة دلت لو عملت اي مشروع ممكن تلبس في الحيطة لكن فجئنا راجل انا ما عرفوش بس اعتبرته ايه مجنون مثلا يعني دماغه طائد فيها حاجة يعملها قال ايه عامل منتجع سياحي جديد في شرم الشيخ انا هقول لكم اسمه فندق البتروس اكوا بارك بشرم الشيخ على مساحة بيتل وعشرين الالف متر استثبارات تقترب من المليار جنيه وحيفتتحوا خلال الايام القليلة القادمة وبعد جايب نجم كرة عالمي يبقى موجود رونالدو هو وعيلته وامه كمان نجم نجوم الكرة العالمية المستثمر المغامر ده اسمه كامل ابو علي مسائل فل استاذ كامل مسائل شكرا فاني مزيد صح اولا انا بحييك سعيدك مواطن ان انت فكرت ان انت تبص فينا الامل واني يبقى فيه مستثمر عايز يعمل حاجة فعلا في شرم الشيخ وبيأكد ان السياحة ان شاء الله رجع رجع أولا تبانا موشكرا جدا نيك رمسي اتكت شكرا